قالت هيئة علماء المسلمين في العراق أن السيد ياد السامراء يحاول عابثا تحريف الوقاع وتغييب الحقائق عن بعض مجريات الأحداث والمواقف السياسية بعد الاحتلال وأكد قسم الإعلام في الهيئة أن السامراء ظهر هذه المرة بعد المأزق الذي وقع فيه الحزب الإسلامي بسبب تصريحات أمينه العام رشيد العزاوي عن طبيعة الحزب ومنطلقاته في التعامل مع القضية المذهبية في العراق حيث لاقت هذه التصريحات استغرابا واستنكارا واسعين ما دفع السيد السامراء إلى كتابة مقال في محاولة فاشلة لتبريرها فأتى بتناقضات جديدة وادعاءات مكررة وكعادته حشر هيئة علماء المسلمين في سياق ما كتب حيث زعم السامراء أن خلاف الحزب مع الهيئة والشيخ الراحل الدكتور حارث أبضاري كان بسبب أنهم أرادوا جعل الهيئة مرجعا فقهيا فقط بينما جعلها الشيخ الراحل حارث أبضاري حزبا سياسيا بواجهة دينية وأن دور المرجعية الدينية هو دور فقهي ولا ينبغي أن يتحول إلى دور سياسي وإلا فإنها أصبحت حزبا بحد ذاته على حد تعبير السامراء وهذا باطل شرعا وعقلا وواقعا فالمرجعية الشرعية يفترض فيها أن تكون مصدرا للسياسة الشرعية المبنية على الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية المحققة للمقاصد الشرعية فضلا عن كونه نزوعا مستغربا صدوره في وقتها من حزب إسلامي ومستهجنا استمراره حتى الآن وضف قسم الإعلام في تصريحه أن الهيئة لم تدع القيام بمهمة المرجعية الشرعية وأن تعامل معها الناس بهذا الوصف ومنهم الحزب الإسلامي في وقتها فهي منذ أن أعلن قيام مجلس الحكم ومشاركة الحزب الإسلامي فيه وتخليه عن الواجب الشرعي في العمل السياسي ضد الاحتلال تصدت لهذه المهمة بحكم واجبها الشرعي وتلبية لضرورات الواقع في وقتها وتطلعات قطاع كبير من العراقيين وختم القسم بيانه أن حرص السامراء على العودة للتاريخ الذي طالما هرب هو والحزب منه يجعله مطالبا أيضا بما أنه قد فتح هذا الباب بالاعتراف بدوافع سياستهم على مدى السنوات الماضية وتقلباتها ونتائج شراكتهم مع الأحزاب الطائفية قبل الاحتلال وبعده وادعاءاتهم بدخول العملية السياسية لتقليل الضرر والتصدي للنفوذ الإيراني في العراق في حين أن ارتماءهم في أحضان المحور الإيراني وتحالفاته معلن منهم بلا خجلة ترجمة نانسي قنقر